ايه الناس الحلوى دي الأغنياء دي كان ليها كواليس في الاستياد غنىها الفنان احمد سعد وبعدين قبل المباراة وبعدين قبل المباراة الأغنية دي ليها قصة فقالوله يا جماعة كلمات من عدل القيعد عشان تشوفوا الصدفة الجميلة الطيبة يعني دي كلمات منها علشان وهي كمان ألحان أحمد طريق يحيى هو ده المفارقة فهو قبل الماتش قالوا ما عايزة غني أغنية قالوا له بس ده تلحين ما يعرفوش أنها منها اللي مقالفها فقالوا له بس تلحين أحمد طريق يحيى وإذا يعني النتيجة ما وفقتش الزمالك ممكن يزعج قال لهم طب ما هي كلمات مننا عدل القيعد ولو الأهل ما يكسب هتزعج احنا ما نعرفش قبل الماتش مين اللي حيكسب احنا عايزين نقول ما الكلم بين الملحن والمؤلف وهو الحقيقة الرب أسيبوسها أستاذ إبراهيم اليوم الحلو والناس الحلوة مش بس في الماتش احنا عيشنا المعنى ده في الثلاث ايام اللي قبل الماتش انا أخليك تحكي كل الكوانيس اللي حصلت أستنى ولا أحكي لها تحكي طيب جماعة احنا احنا الصفرة دي ما كانش تقليدية احنا رحنا عشان نكتشف احنا رايحين يعني يعني تاني يوم وصلنا كان الاحتفال بخمسين سنة على العلاقات المصرية الإماراتية العلاقات المصرية